شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يناير 2022 وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم وقام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسامة الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرا لجهودهم الوطنية المخلصة قوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة أعرب خلالها عن الشكر والتقدير للقوات المسلحة لما توفره لأبنائها من كافة الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كافة المستويات لتظل القوات المسلحة دائما نموذجا للعطاء للوطن جيلا بعد جيل ونقل الفريق أول محمد زكي تحية وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة الذين أنضوا مدة خدمتهم بكفاءة واقتدار ووهبوا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه موضحا أن القوات المسلحة المصرية ستظل نموذجا يحتذا به في الانضباط والالتزام والعمل من أجل رفعة الوطن وحماية مقدساته مشيرا إلى أن نقل مسؤولية القيادة من جيل إلى جيل يعد تقليدا عسكريا أصيلا تحرص عليه القوات المسلحة التي قدمت على مدار تاريخها نخبة من أعظم القادة الذين تمسكوا بمبادئ العسكرية المصرية وقيمها العريقة كما أكد القائد العام أن القوات المسلحة ستظل دائما تحتل مكانتها المرموقة بفضل جهود أبنائها المخلصين الذين لا يدخرون جهدا من أجل رفعة شأن وطننا الغالي مصر كما وجه الشكر لأسر القادة المكرمين عرفانا بما تحملوه من مسؤولية اجتماعية عظيمة كان لها أكبر الأثر في إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على العمل والعطاء ترجمة نانسي قنقر